في حي الموانسية شمال شرق رياض اشتبه سعيد الزهراني بارتباط نجليه احمد ذي الواحد والعشرين عاماً ومحمد ذي التسعة عشر عاماً اشتبه في ارتباطهما بتنظيم داعش وتجهيزهما لعمليات ارهابية فبادر الابلاغ الامن السعودي الذي بدوره حاصر البناية التي تحصنا فيها والقى القبض عليهما تبليغ الابل الجهات الامنية كان له دور مهم في منع حدوط عمليات ارهابية كان سيدهب ضحيتها مدنيون ورجال امن وفي حالة ثانية ابلغ حامد الغامدي الجهات الامنية بتورط نجله فيصل بعد شكوك حامت حول التصرفاته بعد ان لاحظت تغيراً مفاجئاً في سلوكه قبيل شهد رمضان وتهديده لوالديه بالقتل في حالات اخرى تعرض الابل القتل على يد ابنه المطلوب امنياً ففي شهر رمضان وفي محافظة خميس مشيط جنوب غربي السعودية قام احد المرتبطين بتنظيم داعش بقتل والده الذي ابلغه عنه اثناء محاولة القبض عليه هذه المواقف تؤكد من جديد اهمية دور الاسرة في متابعة الابناء وملاحظة اي تطرف في افكارهم وعدم التردد في الابلاغ عنه عند الاشتباه وقد شددت الداخلية السعودية في بياناتها على دور الاسرة السعودية في المشاركة في مكافحة الارهاب والمحافظة على الامن من خلال التبلغ عن كل من يشتبهون بسلوكياته المنحرفة من ابنائهم والمقربين لهم ترجمة نانسي قنقر